اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية بنجاح المنتدى التاسع عشر للأمن الاقليمي حوار المنامة في تكريس دبلوماسية السلام والتسامح والحوار والتفاهم في إرساء الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة كثوابت راسخة وأعرب سعادة وزير الخارجية عن تقديره للتعاون البناء بين وزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في تنظيم حوار المنامة واعتزازه بالجهود المبذولة من كافة الجهات الرسمية المعنية وساماتها بروح فريق البحرين في استدامة ناجحات هذا المنتدى وثمن سعادته الرؤية الدبلوماسية الحكيمة لسمو ولي العهد نائب القادر الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء في كلمته الافتتاحية لمنتدى حوار المنامة وأكد سعادة الدكتور عبدالطيف بن راشد الزياني حرص مملكة البحرين بفضل حكمة قيادتها واعتمادا على كوادرها الدبلوماسية والوطنية المخلصة والمبدعة على مواصلة مبادراتها المعززة لمبادئ الحوار والتسامح والتضامن وتأكيد احترام القوانين الدولية في حل المنازعات بالطرق السلمية ونبذ العنف والكراهية الدينية والعنصرية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كركائز استراتيجية لتحقيق الأمن والاستقرار والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة والعالم أجمع وتلبية تطلعاتها في النماء والرخاء والازدهار ترجمة نانسي قنقر